تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة وتم استعراض تقرير حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة كما تناول الاجتماع التعامل مع طلبات تقنين الأوضاع المقدمة للأراضي بكل من مدن الشيخ زيد وأسفانكس الجديدة أكتوبر العبور الجديدة أشروق وأكتوبر الجديدة